الإخوة المتابعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقاتنا في برنامج وسائيات سلفية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجنبنا كل مكروه أولا ما نبدأ به اليوم إن شاء الله تعالى موضوع القرار اللي صدر من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بصلاة الجمعة والجماعة وذكر أن القرار كان مبنيا على ما صدر من وزارة الصحة وما صدر أيضا من مجمع الفقه الإسلامي والعموما يا أخواننا القرار وإن كان لسه في يعني مراحل تانية هتتبع من التوقيع عليه وإقراره النهائي وفي الجملة نحن بنتكلم عن القرار من ناحية من ناحية فقهية هذا القرار قرار صحيح وصائب وما فيه بأس ولا على وغبار أصلا ومسألة كونه فتح المساجد أو أغلغوه أو كذا لمسألة بتخص الجهات المسؤولة ما نحن البن نفصل فيها ولا البنقرر فيها لكننا نتكلم عن الجزئية الفقهية تتعلق بالموضوع أولا يا أخواننا من سماحة الدين الإسلامي إنه جعل الواجبات الشرعية مربوطة بالاستطاع قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الصلاة جاء في حديث إمران بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنوب يعني شوف انت في الصلاة وهي واجب من الواجبات وأعظم ركن بعد الشهادة بعد التوحيد أعظم ركن الصلاة ما عدا ربنا قال لك تصلي يا قائد ده ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت قاعد ما استطعت فعلى جنوب فده يا أخواننا بفيدنا أن هذا الدين الدين الإسلامي دين عظيم ومبني على اليسر التيسير في الأحكام انت الليلة لو أصابك أي مرض أو عذر في رمضان ما قادر تصوم ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مريض مسافر سبحان الله من يسر الدين إنه على سفر دي جات مطلقة دي بتسمى في الشريعة الإسلامية من الأحكام المطلقة يعني السفر ده ما مقيد بسفر شنو عشان إنت تقول لا لا والله يا أخي سفري ده ما ما هو السفر لدرجة إنه كمان خلال الصيام ربنا قال لك أو على سفر أي سفر إن شاء الله لو طالع رحلة تتنزه يجوز ليك تترخص برخص السفر مدام السفر ده ما سفر حرام يعني إنت ما مسافر شنو ما تصوم مسافر لأي غرض تاني يجوز ليك ربنا عدك الرخصة وبالتالي الكلام ده صحيح ليه القرار ده صحيح لأنه يا أخوان انتشار الفيروس بيكون بسبب التجمعات وتجمعات المسجد زي ما ذكرنا قبل كده يعني من أخطر نواع التجمعات في انتشار الفيروس لأنه الناس بتتشارك مع بعض في الفرش بتاع الجامع إنت نفسك في محل نفس واحد تاني وأصل الفيروس ده بانتقل عن طريق شنو عن طريق زرات النفس اللي بتطلع منها شيء من اللعاب أو كذا بيعطسي بأي حاجة طلعت خلاص حيل بعدك استلم المرض عشان كده يا أخواننا الناس القرار ده لو نظرت له نظرة فقهية من إنسان مدرك وفاهم لقواعد الشرع وفاهم للمصالح والمفاسد في الشريعة الإسلامية يدرك أن هذا القرار قرار سليم يا أخي ابن تيمية في الصيام أفت فتوى عجيبة جدا وهو الرجل متضلع ورجل من العلماء المحققين أفت إنه الإنسان إذا كان من المعتادين ده عملوا كده إنه يسافر ناس الشغالين مثلا بصات سفرية وده عملوا سايق تنكر من قلبه والوقود من برسدان الخرطوم غيره يعني زول إذا كان بالصفة دي ده يجوز له إنه يفطر في رمضان ويقضي في الأيام الباردة بس ماحة الشريعة يا أخوان الإنسان إذا كان في عمل عمل صعب ما يقدر يصوم أثناء العمل بتاعه ده يجوزه ويفطر ويقضي في أيام أخر بس ماحة الشريعة الإسلامية الليلة يا أخوان لو كان الدين الإسلامي ألزم الناس لو كان ألزم الناس بإنه الناس يعني تصوم أو تؤدي الصلاة صلاة الجماعة مع وجود المرضة لو كان ألزمنا الدنيا دي كلها كان قامت ضد الإسلام صح والله ما صح الدنيا كلها كان قامت وقل لك الإسلام وهذا الدين فيه مهلك وهذا الدين لكن لما كانت من سماحة الدين الإسلامي إنه يعني جعل للناس الرخصة إنه يصل في بيوتهم عشان يتجنبوا المرض الآن العلمانين سكتوا تماما ما في واحد يتكلم عن سماحة الإسلام في الجزئية دي لأنه ذا من حقدهم على الدين الإسلامي الإسلام وضع من الإجراءات بل أعظم إجراء في الوقاية من المرض اللي أقربه والعالم كله اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون أو إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها الكلام ده العالم كله رجع له زي ما كتبت نيوزويك الأمريكية المجلة كتبت عن إنه في شريعة النبي محمد يعني من بعض تعاليمه ما يكون سببا في الوقاية من المرض الناس الآن بتتكلم عن جضية الحجر الرئيس الأمريكي قائم على منظمة الصحة العالمية قال إنه أخفض عليهم خطورة المرض وقال دسد عليهم العلاج وقال ما اتخذت الإجراءات الحاسمة في منع السفر وشوف الإجراءات دي قال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل ألف واربعمية سنة قبل ألف واربعمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده وعملوا به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لكن الناس يعني محاسن ديننا العلمانين الحاق دين القاعدين في بلدنا دي ما بجيبوا لا سيرة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعينين أول مالقه إنه يعني الدين بيحميهم ما ذكروا إنه دي محاسن الدين لكن لجأوا لا بطريقة غير مباشرة بيقوا يشجعوا في شيخ الدين إنه يفتلهم الناس يقعدوا في البيوت على أي حال القرار دي أخوانا من ناحية فقهية شرعية صحيح ما فيه مشكلة ونحن كناس دعات ما عندنا غرض في سياسة لا نؤيد حاكم ولا نؤيد معارضة بنوصي الناس كلهم ألزموا بيوتكم يا أخوانا صلوا في رحالكم أمنعوا أي تجمعات لأن الضرد والله لو حل بمتمعنا نحن ناس ما عندنا قدرة لا صحية ولا اجتماعية في مقامة مرض سيدا ما بنقدر عليه والله يا أخي بسمع في تقرير الليلة الظهر إنه إيطاليا سبب انتشار المرض فيها واحد من المصابين بالعدوى دخل في جماهير بتاع المباراة معارف بين ناديين إيطاليين كويس والعدوى منا ملت البلد كلها واحد دخل من الجزر أظن يعني أظن بتاعة الكندية ما شباب بريطانيا العدوى دي انتشرت لحد ما وصلت جونسون ذاته رئيس الوزراء بتاعه يا أخوان المرض خطير جدا المرض خطير نسأل ربنا سبحانه وتعالى يعيزنا منه جميعا فعشان كده أن يتعاون وما في أي مشكلة شرعيا أي زولدار يناقشنا في الموضوع ده شرعيا وفقيا يناقشنا فيه ما في مشكلة شرعية في كوننا نحن نعين الحاكم علي ما فيه مصلحة لنا نحن ما في مشكلة اطلاقا من ناحية شرعية حتى وإن كنت أنت بطرف الحاكم أشياء أخرى واجب عليك تمشي تنصحه واجب عليك تمشي له وتقومه إلى آخره لكن برضو دمب يمنع إنه نحن نطيع في أي أمر فيه مصلحة شرعية لنا ما في مشكلة طيب مسألة تانية مهمة في ناس بقول لك يا أخي الليلة أنا بطلع من بيتنا بمشي بجيب ليه حاجات من السوق أو بفتح البقالة بتاعتي أو بمشي بفرش الخدار بتاعي في السوق فكيف أنا أطلع السوق في نفس الوقت يعني أنا ما أمشي صلاة المسجد ما أمشي الصلاة في المسجد يا أخواننا نقول إنه الشريعة الإسلامية وضعت لنا الرخصة وبحمد الله سبحانه وتعالى ما جعلتنا في مقارنة ما جعلتنا في مقارنة بين العملين اللي أنا بعملهم ألا في الصيام الصيام دروكم من أركان الإسلام أنا بكون مسافر زيارة لصحبي ياخد دين يسر ولن يشدد دين أحد إلا غلبة والله تشدد على نفسك تغلبك الصلاة في بيتك والله في بيتك تغلبك ما تشدد على نفسك ربنا أداك الحق وأداك الرخصة ما في حاجة بتخليك أنت تشدد على نفسك إطلاقا طيب كده المسألة دي انتهينا منا جينا في مسألة تانية وحدين قال أعلنوا دي حاجة حيرك أعلنوا قالوا السعودية منعت الصيام السندي صيام رمضان منعتوا ليه؟ وهل يعني أداء العبادات في عبادات يا أخوهنا يعني ما مرتبطة ولا عندها علاقة بأمر الحاكم يعني مثلا زي الجمعة الجمعة دي سموها من الأحكام السلطانية هي البقيمة الحاكم والبيأمر بها الحاكم الليلة اللي إحنا كائمة مساجد ما يحجى الليلة نقول الجمعة اليوم قائمة أو الجمعة اليوم ممنوعة لا ده ما من أمره دي من الأحكام السلطانية لكن في عبادات محضاء لا دخل للحاكم بها كونه نحن نصوم أو نفطر دي الحاكم ما له دخل بها دي نحن بنقرر بناءً على كل إنسان على حدة إنه هو مريض ولا هو صحيح وممكن تبنيه على قرار الطبيب يقول لك يا أخي أنت مثلا عندك سكري ما تصوم عندك قرحة ما تصوم كده فده ما أخرر بتاع حكومة ده الناس الجهل زاتهم في ناس أظنهم ده اللون طريقة خارجي من الصيام ده قالوا قالوا السعودية قالت للناس ما تصوموا ما في كلام سيدا صدر وده ما مقرروا بالطريقة دي بل حتى بالنسبة للمرضى في بحوث أقيمت في المرضى خاصة وعلاقة هذا المرض بالصيام في بحث أقام واحد طبيب مسلم يعني جمعوا من ضمن أربعين بحث والنتيجة والخلاصة بتاعتك الآتي إن المرض أصلا بيضرب جهاز المناعة في جسم الإنسان مرض الفيروس بتاع كورونا هو الفيروس عنده عمل أشبه بعمل الفيروس بتاع الإيدز وبرض الفيروس بتاع اللي هو الطاعون الطاعون ذا قبارة عن أورام وأشبه بالسرطانات فبيضرب جهاز المناعة طيب لكن جهاز المناعة أصلا لا يتأثر بالصيام بل أثبتوا طبييا أن جهاز المناعة في جسم الإنسان يتقوى بالصيام وأثبتوا أن للصيام آثاراً إيجابية في تقوية جهاز المناعة للإنسان وبالتالي يبقى يا أخواننا أي فتوى تجي للزول يقول لك ما تصوم بناءًا عليه انتشار المرض ده فتوى ما صحيحة لأنه طبيياً سبت إنه ما في أي ضرر بترتب على صحة الإنسان من يعني الصيام فيما يتعلق بهذا المرض فالناس تصوم صيام عادي جداً ما في أي مشكلة طيب أعيل كلام بتاع السعودية ده إنه السعودية منع الدولة ده شاع وده كلام ما يشبه ذاته يعني السعودية دولة مسلمة ودولة مؤسسية زي ما العلمانين الليلة بقول لك إحنا دارين دولة مؤسسات هم وفاهمين دولة مؤسسات ديشن الدولة المؤسسية بحق بالجد هي الدولة السعودية لأن الدولة السعودية بيطضع يعني مسؤولية القرار المحدد للجهة المعنية بهذا القرار الليلة لو عندهم شي بيتعلق بالأمن وكذا بيكون من مسؤوليات وزارة الداخلية والأمن عندهم عندهم ما يتعلق بالشرع طوال الأمن لذلك رجعوا للجنة هيئة الفتوى عندهم اللجنة دائمة للبحث والإفتاء هيئة كبار العلماء دولة بتاعت مؤسسية ما ماذا بتاعت خبط شاني جي واحد يلقلوا فتوى لشخص سعودي طوال يجي قولك السعودية قالت ما عندهم كلام زيدا أي فتوى بتطلع من مؤسسة وحدة معترفي عندهم عند مجلس يعني ينظر في المسائل بنظر عميق يعني على قواعد الشريعة الإسلامية وبيفتو بعد ذلك الفتوى الحاكم بنزلها على الناس فدي دولة بتاعت مؤسسية ما دولة بتاعت خبط شاني جي يقولك السعودية قالت ده كلام ده كلام ملفق ساي طيب بعد ذلك يا أخوان نشوف شيء من الأسئلة بتاعتنا بسرعة وما أدري زمننا كيف بسه زمننا كويس طيب بسم الله أخونا أحمد علي أحمد أكتوبر بيقول له بعد السلام هل يجوز الصلاة في مسجد بجواره مقبرة تبعد حوالي عشرة متر أو أكثر بقليل إذا كان يا أخوان المسجد محتق بالمقبرة ما في فاصل بيناتهم يعني مسجد المقبرة ما في بيناتهم فاصل والنزل الصلي إلى القبور يبقى الصلدي باطلة ما بتجوز في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور الصلاء إلى القبر يعني القبر قدامك لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها يعني زي ما عندنا حرام أنه زلوا يجلسوا على القبر والله يعطى القبر برجله ويس برضو حرام كمان الإنسان يصلي والقبر في مواجهته ولكن إذا كان بين المسجد والمقبرة فاصل بيناتهم شارع بيناتهم جدار كبير يفصل المسجد تماما عن المقبرة فبعد ذاك الصلف يبقى الجوز أما المساجد البتكون جوة في المقابر دي بتجوز فيه صلاة الجنازة يخونا نستفرق بين الاثنين صلاة الجنازة بتجوز في المقبرة بتجوز صلاة الجنازة أما الصلوات المعروفة إن كانت فريضة ولا نافلة ما بتجوز في المقبرة لكن صلاة الجنازة بتجوز حتى ولو كان الإنسان بيؤديه شنو؟ على القبر ذاته في حالات الضرورة بتصلي على القبر ذاته هو مدفون إذا كان إنسان دفنه ما صلي عليه ممكن تصلي عليه وهو جو قبره تقيف على القبر و تصلي ما في مشكلة السؤال الثاني بيقول أتكلم عن زكاة الفطر نحن في السعودية قال بالرسلة فلوس ما حكم ذلك ونحن سنويا بالرسلة خارج المملكة العربية السعودية طيب يخوانا زكاة الفطر دي حجينا بعدينا سيلة كثيرة في آخر رمضان لو ربنا حيانا والخلاصة فيها إنه هي تخرج طعاما بتطلع طعام دقيق كويس تطلع أي زراء غير من المحاصيل اللي بيأكلوها الناس تطلعها بالمقدار صاع صاع من طعام لكن ما يجوز يخراج قروش وإنت بترسلها للفغراء اللي عندك وما في مشكلة كونك أنت في السعودية تكلمها لك في السودان هنا تقول لهم يا أخي طلعوا عننا ترسل لهم قروش لكن هما اشتروا طعام بيجوز ترسلها قروش ليازال يشتريها طعام لكن ما يسلم قروش مباشرة الأخ محمد ابن محمود مفتاح بيقول كيف نرد على من يقول إن الله سخر لنا الطبيعة وهي التي ترزقنا الشفاء كما ترزقنا الطعام والماء مع التفصيل بارك الله فيكم الكلام ده كلام متناقب وكلام باطل ربنا كون سخر لنا الطبيعة وهي التي ترزقنا كيف ربنا سخر وهي بترزقنا مدام ربنا سخر إذن هي مسخرة والمسخر لا يرزق لأن المسخر هو تحت مشيئة من سخره فإذن هي أشنو ما ممكن ترزق تحت مشيئة ربنا سبحانه وتعالى وربنا سخر لنا يا أخواننا يعني نحن بعد ذاك بنسع فيها بنسع في الطبيعة الليلة الطبيعة دي ذاتة أنت لو قعدت في بيتك وما اشتغلت أي حاجة الأرض دي بيزرعوها صح الناس بتزرع الأرض لو ما زرعتها الأرض دي بتنتج لك ما حتنتج إذن الطبيعة دي هي الأدتك ولا أنت الخدمتها أنت خدمت الطبيعة فربنا سخر لك الطبيعة عشان أنت تشتغل فيها هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميع هو الذي جعل لكم الأرض دلولا أها فمشوا في مناكبها لو ما أنت مشيت في مناكبها والسعيت لا يمكن أن تطلع من الطبيعة دي حاجة وحتى الأشياء اللي في الطبيعة زاتها القايمة براها أشجار الأسماك في البحار غيرها تحتاج أنك أنت تمشي تسعى لها وتطلعها وبالتالي لا يمكن تكون الطبيعة هي الرزقتك فالكلام ده هو متناغض في نفسه وده كلام بتاع الملاحدة الأخ محمد إسماعيل وده إسماعيل بيقول الرد على شبهة أن الله موجود في كل مكان دي شبهة باطلة ودي من عقيدة الجهمية ودي عقيدة باطلة يا أخواننا ما بنقول الله موجود في كل مكان غلط الصحيح نقول الرحمن على العرش استوى وزي ما ربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور نقول الله في السماء الله في السماء وده ما معنى أن السماء تحيط بربنا ولا معنى أن الله يحتاج إلى السماء أبدا ربنا هو الذي يمسك السماء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فربنا هو الذي يمسك السماء تمام وعقيدة إن الله في كل مكان دي عقيدة باطلة لأنه يلزم منها يلزم منها وجود الله عز وجل في الأماكن القذرة وفي يعني الحشوش وغيره من الأماكن النتنة وده يا أخواننا لا يقول به حاقل أبدا فعشان كده دي عقيدة باطلة الإنسان ما يقول الأخ محمد بابيكر بيقول لو عندي قطعة أرض اشتريتها للزمن للزمن دي يعني شنو هل عليها زكاة وكم قيمتها والتوقيت دي زكاتها طيب للزمن دي يا أحمد بابيكر ما مفهومه لكن لا مفهوم يعني مكسود بها شنو يعني طيب أنا جاوب لك على التقديرين إما للزمن دي تقصد بها إنه داير تسكينها يوم من الأيام إذا أرض داير تسكين عليها يوم من الأيام أو خاتير لولدك إنه يسكن عليها فهذه أرض تعتبر سكن ليك دي ما بتزكى زي سيارتك اللي انت راكبة دي ما بتزكى أو دابتك الحمارة ولا الكارو بتاعك دي لا تزكى وزي دهب المرأة اللابساو مرأة مش سللة دهب ولابساو دهب حليب يلبسوه هذا لا يزكى أما إذا كانت الأرض إنت واضعة للتجارة للزمن دي إذا قاصد بها إنك إنت يوم من الأيام قد تحتاج لها وتشغل في التجارة فهذه تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة عروض التجارة يعني شنو يعني بتضمها لبقية مالك عندك دكان لما تجل الجريد تجل الدكانك تخذ قروش الدكان بهين تجيب الأرض تغيمة تخذ قروش الأرض وتكسم مالك في الجملة كله عن أربعين طلع الزكاة فإذا بالزكاة من جملة مالك وبتعتبر عروض التجارة وتزكى زكاة عروض التجارة أما لو كانت مؤجرة أرض مؤجرة ولا بيت مؤجر ولا سيارة مؤجرة ولا كده المؤجرة ديل تطلع زكاة من الأجر بتاعتين لو تمت النصاب اللي هو ما يعادل خمسة وتمانين جرام وحال على الحول تزكى زي أو زي بقية عروض التجارة والأموال طيب بيقول أيهما أفضل للمسافر أن يفطر أو يصوم الأفضل هو الأيسر بالنسبة له ودي خلاصة جواب شيخ الإسلامي من تيمية رحمه الله الأفضل هو الأيسر ودي من سماحة الدين يا أخوانا دي من سماحة الدين الإسلامي أنت يعني مسافر تصوم ولا تفطر أحيانا الإنسان يقدره يقول والله أخوانا أحسن لي أنا ده الشهر الكريم أو المبارك والناس دي كلها صائمة والصوم مع الجماعة بكون ساهل وكده أحسن لي أنا أصوم والسفر بتاعنا بارد أنا مسافر به سيارة كويسة ولا بطائرة ولا بغيرة وساهل بالنسبة لي فما في مشكلة ده أفضل له يصوم واحد تاني بقول لك والله دي ما شقة يا أخوانا وأنا بتعف في السفر وكده أحسن لي أفطر وقضي بعدين فعليه كيف أنت عندك الرخصة لكن ابن تيم ينبع على أنه لو قال لو في حد قال المسافر ما عنده الرخصة ده قال يستتاب فإن تابه إلا قتل عندك الرخصة مسافر إلا يكون سفرك سفر معصية سفر معصية إن كان سفر شان تترخص ما تصوم أو سفر معشي لك لجريمة مصيبة ها كان معشي الكريدة ولا معشي كده ده ما سفر بجور زيك إنك تترخص به طيب بيقول آآ شيخنا الفاضل حفظك الله في زول مصاب الوسواس القهري طلب منك أن تساعده بكيفية العلاج منه وجزاك الله خير الوسواس القهري ده يا أخوانا مرحلة من المراحل هي مرحلة مرض إبقى الإنسان بشك في أي حاجة عملتها إذا توضى يشك في وطوم صلى كام ركعة يشك فيها حتى يصلى مرحلة يشك في إسلام وهجاته فالوسواس ذا أول سبل العلاج منه الدعاء يدعو ربنا بالشفاء والعافلان وده مرض إثنين عليه أن لا يسترسل مع الوسواس ويعاكسوا بالبلد كده قل لك وضوك ده ناقص قل له خلو ناقص ما عندك معه شغل صليت ثلاثة رقعات بس قل له خلين ثلاثة الله بتبلن فكونك تعاكسوا ما تسترسل معاو ده بيقطع باب الوسواس وبيعالجك على الشفاء منه الأخ طاها شيبات ولا شنكاتب اسمه كذا ما حكم بيع السوائل المعقمة التي فيها نسبة عالية من الكحول وهل تدخل في حديث إن الله حرم بيع الخمر المسألة دي فيها خلاف طويل يا أخواننا بين الفقهة كونه يستفاد من المحرمات زي الخمر وغيرها ففيها خلاف كبير جدا ولعل الراجح إنه يجوز الانتفاع بيها ما لم يكن يعني النسبة فيها نسبة فاحشة إذا كانت النسبة نسبة يسيرة فيجوز الانتفاع بيها ولكن إنسان إذا وجد مخرج آخر فالأفضل يعمل إلا إذا ما وجد أي مخرج إلا يستعمله فيستعمله إذا كان القدر فيها ما قدر كبير والناس راجع فيها فتوى تفصيل جميل لشيخنا سليمان الرحيل حفظه الله يحيى المهدي الصديق بيقول بعد السلام هل السوب السوداني النساء من الحجاب والله التوب السوداني ده هو أخف حالا من التبرج الحاصل ده نسوان ما شاد بحاجات عجيبة جدا فهو أخف حالا وأستر من غيره لكن كونه هو الحجاب الشرعي لا ما هو الحجاب الشرعي لأنه فيه بعض المواصفات مخالفة الحجاب الشرعي هو الحاجة منصق على جسد المرأة وبيظهر مفاتنة وما بيستر جميع الجسم وهو زين في نفسه وما بيغطي جميع الجسم فإشكالات كثيرة جدا بيدل على إنه هو ما هو الحجاب الشرعي لكن في زمننا ده أنا خايفي جميع الأيام نحن ذاته نقول للناس بس عليكم بالتوبة السوداني لأنه ذاته ما شئ ينحسر ما شئ ينحسر عددا كيفا وكما يعني من ناحية الكمية اللاب شنه ما شئ ينحسر ومن ناحية الخامات بتاعته والوزن والسمك بتاعته كله ما شئ ينحسر فبقى الآن لا يرى بالعين المجرد أحيانا وبلاو كثيرة جدا بيقول ما حكم ده الأخ محمد عوض فالو ما حكم العود في الشغل أيواء العود في الشغل يعني زول يجيب الشغل للعتالة ويقول لهم عودي راكب يعني حقي برة العبارات ناسي مفهومة بيفسر بعبارة ذاته بتكون اشبهة باللولة المهمة العبارات مفهومة يعني ناس السوق بيفهموا العبارات دي عودي راكب يعني حقي معاكم لو كان خمسة عالتالة والشغل بيشتغلوه بخمسة ألف مثلا يكسموا القروش عليهم زي دزولة جاب الشغل ما فيه مشكلة يا أخوان ده ما نوع من أنواع المشاركة وكونه جاب الشغل معناه شارك معاهم والأمر فيه بالخيار زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار فهم بعد ذلك بيختيارهم بيسميهم مع التالة دين قبلانين إنه يكسموا له معاهم فما فيه مشكلة لأنه هو مساهم معاهم في إنه هو اللي جاب الشغل طيب الأخوة عبدالباقي المساعد بيقول هل الضار من أسماء الله الحسنى وإسم الباقي أيضا هل هو من أسماء الحسنى أما إسم الباقي ما أعلم عنه شيء والله ما وقفت عليه شيء عنه أما إسم الضار فليس من الأسماء الحسنى ولكن يجوز إطلاقه من باب الصفة يعني ربنا يضر وينفع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فباب الصفات أوسع ويجوز من باب الوصف إنه لو صفه ربنا إنه ربنا يضر وينفع لكن كون من أسماء الله الضار ده ما ورد المعطي ما أعلم عنه شيء والله اسم المعطي واسم الباقي ما أعلم عنه شيء الأخ الحاج محمد نور أبو طلحة بيقول شيخنا حكم تغيير الدهب من سعودي لبحريني مع دفع الفرق حكمه شنوء طيب يا الحاج الدهب ده من الأصناف الستة الربوية المذكورة في الحديث الذهب وبالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليهم شرطين دين يداً بيد ومثلاً بمثل يداً بيد يعني بايع ذهب بذهب هاك والديني يداً بيد ما يجوز بالدين اتنين قال مثلاً بمثل مثلاً بمثل يعني جرام من الدهب بجرام من الدهب جرام بجرام ما يكون في زيادة ما تقول لك بحريني والله إطالي دهب زي التمور ما تقول لك ده تمور تمور جيد قولك ده برني بيتمور ها اسم بحق لكم دفع سموشناها بازار قندلة 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 قد لقاي وشنو ها ابو خالد البركاو يعني انواع البركاو ده هزم لأدنى من القندلة موش كده وفي تاني شنو تمودة ولا اسموه تمودة تمودة ده أعلى ولا أدنى شوف تمودة بركاوي البرني ده أحسن نعتمر في الدنيا كلها أحسن نعتمر البرني ده تمر المدينة وفي المدينة زاته نادر جداً النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في حديث انه هو علاج انت لو بلقيتوا علاج من السكر وامراض كثيرة هو علاج فبرني ولا كشوش واحدين كيف سموه كشوش زي الناس الشمالية كشوش ده أظنوك عبشي الشيص الشيص ده في الشريعة اسمه الشيص الشيص برني كرور كله بس مسلاً بمس ملوى بملوى الحكمة فيه الحكمة فيه قد يكون مجرد البدل هو يستفيد منه الإنسان ولكن على كل انت لو دائر مثلاً تبيع الأغلى لو دار تستبدل الأغلى بالأدنى كويس تقوم تبيع ذات براه وتستلم حبه وتجي تشتري التاني زي ما نجد عامل الآن في الدحم ما فيه مانع يكون من نفس الشخص ما فيه مانع لكن تكون البيعتين منفصلات وما يكون بيع فيها شرط في التانية لا البيعتين منفصلات ما فيه مشكلة الأخ نايل أبو القعقاء جعفر بيقول شخص ارتكب كفر أكبر وبينا له أن هذا العمل كفر ولم يرد علينا ثم عاد في اليوم التالي وكرر نفس الفعل هل نكفره؟ كلمة الكفر هي بيقول وحات أبوي محمد وحات أبوي محمد وحات أبوي محمد أول حاجة أخواننا الحالف بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمم وقال لعمر بن الخطاب إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فما بجوز يا أخواننا الحالف بغير الله سبحانه وتعالى وهو شرك ولكن بالنسبة لأخونا نايل ما بجوز زيك أنت تكفر أنت ما تكفره لكن أنصحه أنه ده كفر ما بجوز أنت تقول كلام زي ده وده حسابات مع ربنا صعبة وبيّن ليه والأحاديث والآيات في الكلام ده لكن ما تكفره لأنه التكفير ده حكم صعب ما يقدر الإنسان يقيمه ولا سيما أنت ما عندك العلم البدغين بها والحجة وكذا لكن أكتفي فقط بالنصيحة لكن التكفير ده أمري صعب دخل ليه وليه أهل العلم أي وما هو الكفر الأكبر لكن أنت يعني ما تديه التفاصيل لي بس وريه أنه ده شرك بالله سبحانه وتعالى وما بجوز والإنسان يحذر منه ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي وكذا وما تبقى المزألة فيها يعني كأنه زي الشكل كذا عشان هو يقوم يصير عليه يركب راسه حكم صيام المرأة الحامل في رمضان إذا لم تستطع هل عليها فدية أم قضاء الصيام بعد الولادة دي الراجح أنه عليها الإطعام فقط ما عليها قضاء لو أفطرت ليه سبب الحمل ولا الرضاعة فدي على الإطعام تطلع عن كل يوم كيلو ربع من الدقيق تجمع مع بعض وتطلع بعد ذلك على المساكين اثنين ثلاثة ما في مشكلة ما يشترط عليها إنه توزع على مساكين بعدد الأيام ما يشترط العدد ليه؟ لأنه قالوا دي هنا فدية دي فدية دي ما عقوبة في فرق بين الفدية والعقوبة إنت الليلة لو عندك كفارة يمين دي عقوبة كفارة اليمين عقوبة لابد من عشرة مساكين أما دي هنا يعني ما عقوبة عشان كده بتوزع عدد الوجبات على أقل من عدد المساكين ممكن تجمع الدقيق مع بعض تدي لنا فرين أو ثلاثة من المساكين ما في مشكلة أخونا صلاح محمد من فرنسا بيقول لدينا تعاملات الشيكات بالنسبة مثلا زولي ينزل ليك شيك في حسابه ويشيل نسبة متفق عليها أفيدونا بارك الله فيكم يعني الفهم أنه يعني أنت بتجيب شيك شايل ورقة في يدك وهو الشيك ده بنزل ليك في الحساب يعني بنزل ليك قروش تمام بيشيل الشيك منك وبيصرف لك الشيك بنزل ليك ده فهمتها أنا من السؤال بيصرف لك الشيك إما نزل ليك في حسابك مباشرة أو أداك ليه وكاش في يدك مقابل عمولة معينة بيأخذها منك ده ما بيجوز لأنه ده باعتباره استبدال مال بمال مع الزيادة استبدال مال بمال مع الزيادة لأنه انت ديته الشيك الشيك ده مال ده مال وهو أرد عليك مالك لكن ناقص وأخذ منك جوزو فده استبدال مال بمال مع الزيادة فهو رباء ما بيجوز ده لعله آخر سؤال عندنا اليوم وجانا معه الزمن بتاعنا نكتفي بهذا نلتغي إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمت الله